هو سيد القراء وصاحب القصيدة الشاطبية التي جمعت القراءات السبع للقرآن الكريم في أكثر من ألف بيت كان كفيفا منذ الميلاد لكن ذلك لم يمنعه عن تحصيل العلم بل والنبوغ فيه هو الإمام الشاطبي في مصر أرض المجددين إمام أهل القراءة وصاحب حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع التي لا يجوز لقارئ من القراء إلا أن يحفظها كان مشروعه التجديدي كيف يحول العلم إلى نظام معقد من الترميز نستطيع به حفظ ما يمكن أن يتشتت علينا بغير ذلك وقد كان فكانت منظومته حرز الأمان ضابطة للعلم الذي قد يكون مستحيلا بدونها رحم الله الشاطبي كعلامة فارقة في تاريخ التأليف الإسلامي فضيلة العلم الجليل وسيد دكتور علي جماعة أهلا وسهلا بحضرتكم أهلا وسهلا بكم أهلا بكم صل دكتور في رحلتنا في مصر أرض المجددين نتوقف إن شاء الله النهاردة عند الإمام الشاطبي فأرجو من فضلتك تلقي لنا الضوء وتعرفنا أكتر وتقربنا أكتر من المشروع التجديدي ومفاتيح المشروع التجديدي للإمام الشاطب رحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا الشاطبي دفين مصر هو أصل من شاطبة في الأندلس ولد بها وتربى فيها ثم رحل إلى الأسكندرية وتتلمذ على الحافظ السلفي والحافظ السلفي كان إمام الدنيا في الحديث الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى كان رجلا أعجوبا يعني مصر دي الحقيقة فيها كنوز من ضمنها الإمام الشاطبي ده لأن الإمام الشاطبي كان رجلا صالحا وكان رجلا من أهل القرآن وكان رجلا من أهل العربية وكان رجلا من أهل الحديث وكان رجلا ورجال قليل فربنا من علينا بأن هذا الرجل يعيش وتعلم وينظم منظومته في القراءات وهذا هو مشروعه التجديدي أن لا ينسى الناس أبعاد القرآن يعني هو مشروع علمي أدبي توثيقي عجيب غريب بعض الناس عندما نشرح لهم ما سوف نذكره لا يصدقون لا يصدقون أن هذا وقع وحدث وشغال ديله الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى مات 590 590 والنهاردة 1443 مثلاً أو لحاجة يعني شوف الزمن دا كل دا 890 أتى بكتاب التيسير للداني في القراءات السبعة القراءات دي إيه؟ القراءات دي عبارة عن أن القرآن نزل على سبعة أحرف فنتج من اختلاف قراءة عن قراءة هي سبع اختلافات التقديم والتأخير زيادة ومقصان النحو والأعراب وكذا إلى آخره سبع اختلافات نتج من السبع اختلافات دي ما يسمى بالقراءات العشر القراءات العشر منها تلاتة شبيهة بما هو جوا السبعة فاجه بعض الأئمة زي الإمام جاهد لما ألف ألف في القراءات السبعة لأن التلاتة جواهم يعني ينفع دي وجونوا جواهم فنكتفي بالسبعة لما عمر بن الخطاب ذهب إلى سيدنا رسول الله مع هشام يقول له رسول الله شوف يرى القرآن غلط قالوا لا هكذا نزل وهكذا نزل فبدأ هنا فكرة أن القرآن لم ينزل مرة واحدة ده القرآن له سبع قراءات عشر قراءات متواترة كل قراءة بتفسر القراءة التانية كل قراءة بتديك بنص واحد مساحات مختلفة من التطبيق والقراءات كلها محفوظة فلما المسلمون بيقولوا ده القرآن محفوظ كان ينبغي نوم يقوله عشر مرات بالعشر قراءات بالعشر قراءات إيه المشروع التجديدي بتاعه القرآن ده محور حضارة المسلمين منه الانطلاق إليه العودة له الخدمة به التقوين ده معنى محورية محور يعني إيه؟ يعني الأربعة دول يعني بنخدمه بننطلق منه بنجعله معياراً للمقياس للقبول والرفض للبناء والإحجام للإقدام والإحجام بنجعله محوراً لحياتنا تقولك إيه هي محور حضارة المسلمين؟ تقوله القرآن الكريم فالقرآن ده من الله على المسلمين أن حفظوه بالعلوم يعني علم التوثيق علم القراءات علم الأسانيد علم يعني علوم مجموعة من العلوم حفظته بس بطريقة علمية على أعلى ما يكون الكلام ده لما طير اكتبت تيسير لأبي عمر الداني تلاقيه نسر كده ورا بعضه فالشرط بيجيه وعملوا نظم عملوا شعر طب سهلة واحد حول الكلام اللي موجود بين النسر عنده ملكة شعرية حلوة فراحوا عملوا ألفية أكتر من ألفية كمان يعني ألف ومية أربعة وسبعين بيت مظبوط يعني ألفية وشوية أيوه فراح عمل حرز الأماني ده وعملوا لامية يعني أخيرها لام طب ماشي برضو كل الحاجات دي ما فيهاش إيه الإبداع أوي الإبداع أوي التجديد أوي التجديد أوي الكذا إلى آخري عمل إيه؟ قال لي اختعال أنا عندي كم قارئ؟ سابع كل قارئ الحقيقة في الواقع روى عنه رويان بالنسبة يبقى اتنين في سبعة كام؟ باربعتاشر باربعتاشر نفع حفصة عن عاصم ورشة عن نافع طيب سبعة واربعتاشر يبقى كام؟ واحد وعشرين سبعة واربعتاشر يبقى واحد وعشرين صح قال طيب أنا هدي رمز لكل قارئ من القراء الواحد وعشرين نافع اللي بيقرأ عنه ورش وقالون يبقى نافع ده هدي له ايه؟ مثلا ألف طب ورش ورش مثلا ده مثال بس يبقى بيه وقالون يبقى جيم بظبوط المتفرع منه أو الأخذ منه القراءة اه مثلا بقى دول التلات حروب بتوعة الزهن طيب ورش نافع ومين كمان؟ في عاصم خد منه مين؟ خد منه حفصوا شعبة يبقى مثلا احنا قلنا ايه؟ ألف بهجيم دال ههوة جعلت أباجاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولى أولى فراح ذاكر كل الواحد وعشرين واحد دول وبعد ما ذكرهم قال ايه بقى أنا جبت الابجة دي أبجد هوس حطي كلامه صعفص قرشت ثخدوا اندضغ دول ثمانية وعشرين خلت منهم واحد وعشرين الأولانيين كل حرف لكل إمام جعلت أباجاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولى أولى يعني الأول هنا يبقى الأول هنا الثاني هنا يبقى الثاني هنا الثاني هنا يبقى الثاني هنا أبجد هوس حطي كده عشرة كلامون صعفص قرشت يبقى كده عشرين قرشت إلقاف إراء بمتين فإذا ايه ده جعل الأبجدية على الأئمة عطل كل إمام حرف وبعدين بعد ما عمل كده يعمل ايه ومن بعد ذكري الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواوي فيصالة يعني هيجيب الواوي فيبقى بدأنا كلام جديد وكل قارئ هقولك القراءة بتاعته ايه أول ما تشوف أول حرف تعرف إنه ده انت ده مين ده ألف يبقى نافع على طول ما عمنا عرفين ألف نافع طيب ده ابن كثير يبقى الحرف الفلاني طيب يبقى وهكذا فأنت هتحفظ الواحد وعشرين حرف وتعرف كل قارئ اسمه ايه في الحرف ده والقراءة بتاعته يذكرها لك فيه المنظومة بتاع خلاص انت كده عرفت القراءات السابعة بإنك انت حفظت المنظومة دي فالولاد عندنا في معهد القراءات يحفظوا المنظومة دي خلاص عرفوا القراءات السابعة ألف مئة أربعة وسبعين بيت ألف مئة أربعة وسبعين بيت ويقعد يدندن فيها كده ولما يدندن فيها يفكها يقولك آه ده هنا ايه هنا جيم يبقى مين القارئ فلان يبقى دي القراءة بتاعته قال يخادعون ولا يخدعون قال يكذبون ولا يكذبون قال وكل حاجة بقت موجودة ده لو حد قالي أنا هعمل كده مش هصدقوا بس في الحقيقة إن الشطبية حفظينها الناس لغاية دلوقتي صحيح وما تبقىش قارئ إلا إذا حفظت الشطبية دي لأنك على طول حتى لو تداخلت أي حاجة في ذهنك تستدعي البيت بتاعها فلو تستدعي البيت بتاعها تعرف مين اللي قال واتفقوا في إيه واختلفوا في إيه طيب مولانا أساس فاطلتك أخرج لفاصل بعض الفاصل عندي سؤال تعجبي إزاي حقق الإمام الشطبي هذا العلم وهو كفيف إزاي اطلع على كل هذه المعلومات وكيف أصبح موسوعي وهو كفيف يعني أرجو حضرتك اللي إجابة بعد الفاصل إن شاء الله إن شاء الله شكر جدا أرجوكم خليكم معي موسيقى قد لا تلتفت له وتعتقد أنهم مجرد مسجد كباقي المساجد الأخرى خاصة عندما تكون مترجلا أمام روعة كورنيش مدينة الإسكندرية الساحرة ولكن هذا المسجد الصغير له مكانة ومقام خاص فبين جنباته مقام الإمام الشاطبي قدوة الطوائف وشيخ الصالحين نعم فأنت في رقعة مباركة وفي مزار ديني هام لكل من تعلق قلبه بحب الإمام الشاطبي الإمام رضي الله عنه وأرضاه وطبعا اسمه محمد بن سليمان بن عبد الله المعافري الشاطبي سكن هذه المنطقة وسميت المنطقة نفسها على اسم الإمام الشاطبي فالمنطقة كلها اسمها منطقة الشاطبي ودفن في هذا المقام العامر هو مقصد للناس في الداخل وفي الخارج فهو مكان معمور يعني يعني يقصده كل أهل التصوف وكل محب أهل الله والعديد من سكان المنطقة حارسون على أداء صلواتهم بداخله بشكل يومي حبا في سيرة الإمام العطرة مرحب بحضراتكم مرة أخرى وبجد الترحيبي من فضيلة العالم الجليل والسوس دكتور علي جمع أهلا بكم مولينا أهلا بكم كل ما تقدم والشاطبية وهذه الموسوعة والألفية وعلوم القراءات وهذا التصنيف الرائع للقراءات السبعة وما فيها من قراءات أخرى كل هذا وكان الإمام الشاطبي كفيف منذ الولادة سؤالي لحضرتك كيف تحصل على كل هذا العلم؟ أولا لأنهم كانوا يهتمون بأركان العلم الخامسة الطالب، الأستاذ، أفيش حاجة أنه يروح يقرأ الوحد وكده أو يسمع الوحد ويكمل منمخه لازم يكون فيه أستاذ تعلم على إيد علماء المنهج، الكتاب كان فيه كتب معتمدة ومعمولة من أجل التدريس بس زي ما هو عمل كده عمل كتاب، وحيد، فريد، شريد حاجة حلوة أوي، اسمه حرز الأماني ومشي فيه على هذا النمط الغريب العجيب الذي قلده بعد ذلك يعني إحنا عندنا إمام الأئمة، شمس القراء الإمام محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الجزري عمل كده في طيبة النشر بس هناك بقى في 800 وشوية لكن ده في 500 وشوية يعني في 300 سنة بالظبط يعني داري كان الإمام الشاطبي هاجر من الأندلس من أجل أن يصل إلى بلد أكثر علماً أكثر تقوى، أكثر صلاحاً فجاء مصر ونزل الأسكندريا كما قلنا إذا كان الإمام الشاطبي لا يراه أحد ويعلم أنه ضرير إلى الدرجة هذه؟ إلى هذه الدرجة كان شيء يعني تحكى له روايات وحكايات والمساحة بتاعت الوقت معانا ياريت كنا نعمل الحلقات كلها عن الإمام الشاطبي ما كانوش حد يائع في خالص إن هو ضرير هو قاعد معاً أبداً ما يعرفش إلا إذا أخبر إلا إذا أخبر بأن ده ضرير ضرير إزاي؟ إذا كان لما دخل فلان قاله تعال يا فلان فربنا يسحب من حتة ويدي حتة نقدر نقول أن مفتاح مشروع الشاطبي التجديدي كان النظم الرمزي النظم الرمزي ده فكرة جديدة فكرة عجيبة فكرة تضع التكست بوك التكست بوك ده مهم جداً في الجامعات وكذلك كانت حرز الأمان مهم جداً لدراسة القراءات على أعلى مستوى وأضق مستوى ولذلك فهي بقية إلى يومنا هذا طبعت شرحت حفظت درست قررت وهي من أجل صلاح هذا الرجل فكان مشروعه التجديدي هو نمط أداء المعرفة عرف المنهج الجديد للمعرفة المنهج الجديد للتعليم يقول لك ده فيه طريقة برايل مثلاً في القراءة هو برضو اللي اخترع على القراءة آه يبعد تجديد ده في الحتة دي فده كان الإمام الشاطبي بالنسبة للعلوم وكان موضوع هذا القرآن الكريم ومازال أصر موجود حتى الآن في مصر على طلاب العلم وطلاب القرآن الكريم والقراءة في مصر حتى اليوم في مصر وفي غيرها فيه من المحيط للغاية لا من طنجا إلى جاكرتا ومن غانا إلى فرغانا يعني كان هذا الكتاب كتاب أساسي وما زال يمثل كتاباً أساسياً إلى يومنا هذا بطريقة جديدة وما زالت طريقة عجيبة غريبة إلى يومنا هذا وحفظ على الأمة قراءتها وحفظ على الأمة علمها وحفظ على الأمة كتابها نعم طب علماء عصر يا مولانا إزاي يرأوا هذه الطريقة الجديدة منبهرين وكانوا يحبوه لأنه كان رجلاً صالحاً وكان صاحب كرمات وكان له مسجد يعمل فيه مقرأة فيجلس طبعاً هو ضرير فيأتيه الطلاب فالطلاب وهم أقتين وعملين حلقة كده حواليه هو تاب يبدأ من اليمين تيامنه النبي عليه السلام بيقول تيامنه فكان يبدأ من الولد اللي قاعد أول واحد ده يمين وبعدين التالي فالتالت فالرابع فها كذا تمشي اللي بتاع يقرأ الحصة اللي عليه ويصحح له كده إلى آخر ففي اليوم ده الجلسة قاعدت وبعدين الشيخ قال التاني يقرأ فالأول يعني خد في نفسه كده وأنا عملت حاجة أول بتاع فكر كده لأ روح الجنوب وعايز يغتسل فقام سالت نفسه من الحلقة وخرج وخرج راح اغتسل وجه كان التاني أرى والتالت أرى الرابع أرى فلما جهه عنه قال الأول يقرأ يا سبحان الله فأمثال هذا التوفيق هذا هذه الشفافية ولا كان ولي زي ما البعض بيعطى قد ما هو الولي هو ايه يعني وهو ولي يعني قريب من الله فربنا بكرمه ما هو كرامة جاي من ايه إنه ربنا أكرمه يعني معنى بتاعها كده لكن حاجة زي كده بتؤثر كثيرا جدا في حتى الطلاب الراجل ده راجل مبارك الراجل ده قريب من عهد بربه الراجل ده من أهل القرآن من أهل العربية من أهل العلم من أهل التقوى فبتؤثر كثيرا لما هذه النمازج تبقى موجودة في وسط الناس طبعا أنا شكر جدا لفضلتك في الدكتور هذا الإبحار في شخصية الإمام الشربي شكرا جزيلا لحضرتك ومشروعه التجديدي لأن الراجل ده الحقيقة عمل حاجة فريدة لم تكن من قبل أكيد أنا بشكر عليك شكرا جزيلا أهل وسهلا شكرا موصولا لحضرتك المشاهدين الكرام وإلى اللقاء